موسيقى مساء الفل، مساء الخيرات، مساء الجمال عندما نتحدث عن قلعة الاستثمار في مصر نتحدث عن ميت الخولي عبد الله ميت الخولي عبد الله هي بلد الاستثمار ميت الخولي عبد الله، بلد تجارة الأدوات المنزلية نتحدث اليوم في حلقة هامة مع الجماهير عن بابا المجال القادم وبقوة وبسرعة الساروخ كارنفال لتجارة الأدوات المنزلية كبري الصنط، خامس معرض على الشمال وهننزل بالأرقام على الشاشة طبعا وبالصفحة الفيسبوك بقيادة الأخ العزيز أبو بسملة محمد عيد أبو بسملة محمد عيد طبعا وإحنا جايين الفترة دي الأسعار زي ده عاوزين نجوز البنات هنعمل إيه يا أبو البنات هنجيب الجهاز منين والسعر منين ده الأسعار غالية طب هنعمل إيه في الأسعار الغالية طب هنجيب الجهاز بكام ممكن حد يعمل لنا السعر هتلاقي الحلول كلها عند أبو بسملة مئة الخلض ومياط في مركز الزرقى طب الكلام ده وقعي عن تجارب عملية طب ناخد أولى التجارب العملية معاني يا أستاذ محمد فاروق أحد العملاء من الشرقية أحد العملاء اللي تعاملهم وبقوة مع المكان ده أستاذ محمد بيزا حضرتك إزاي حضرتك يا باشا أنا محمد فاروق من فجوس شرقية تتعاملت مع الأستاذ محمد عيد في كرنفال نعم تتعاملت مبوشر مع الأستاذ محمد عيد واللهي أنا راح للأصدقاء حكالي عن قرية اسمها ميت الخولي بضمياط فأنا عشان بتجوز البنت وطلبت مني يومها نحن نروح المكان اللي زي صديقي قال عليه رحنا المكان مش عايزة أقول لك يعني الأخ محمد عيد جابلنا إزاي ومعاملته إزاي وأدب إزاي يعني أدب جم جدا جدا محترم خلوق إلى أقصى درجة دخلنا أنا والبنت ومها دخلنا معرض كرنفال يا سلام ما شاء الله ما شاء الله علي شفنا شفنا يعني حاجات قمة الروعة بدرجة إن إحنا طلعنا يعني يعني استغينا كل شيء وزيادة كمان ومش عايزة أقول لك إن الأخ محمد عيد بارك الله فيه وتحياتي له أم بالواجب وزيادة لما عرف إن إحنا جايين له من فجوش أم بالواجب وزيادة وأنا بقى أحييه عن طريق البرنامج وبقول له ربنا يوفقك وربنا يديك بزيادة لب هل إدك بكام؟ إدك الجهاز بكام يا حاجة محمد أنا مش عايزة أقول لك إن أقل من السوق بكتر جدا 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 يعني فرق كم يعني إنت بس لقيت الجهاز بفرق كم عن السوق يعني لقيت عند أبو بسمالة في ميت الخولي في كارنفال لقيته فرق كم عن بعض المعرض التانية واحتراننا لهم طبع لا 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 برا أسعار فوق لكن الأخ محمد عيد بصراحة يعني يعني إجاب بالواجب وزيادة طب إنت بتنصح أي حدي بيتجوز بنته يروح على ضمانتي وضمانتك لأبو بسمالة في كارنفال على كبر الصمت في ميت الخولي؟ نعم طبعا طبعا يعني بقى قولك أنا قلت لصحابي كلهم حكيت لهم كلهم النهاردة يعني يمكن يعني جايز أقولك إنه يمكن فقوز كلها حيروحوا هناك على كارنفال في ميت الخولي بدميات أنا بقى حي الحج محمد على مقبلته وعلى أخلاقه وعلى زوجه ويه بنقول له يعني يا أبو بسمالة ياريتني شبط فقوز عشان نقضي الواجب ياريت والله يا كلام جميل ومحترم شهادة كبيرة من آل فقوس في الشرقية في حق كارنفال أبو بسمالة خامس معرض على الشمال في خبر الصند ده شهادة كبيرة حق أبناء ميت الخولي من أبناء فقوس شرقية أبناء مصر وكلها في قناة بحجم الحدث أشكرك أشكرك يا حج محمد أشكرك شهادة جميلة جداً يا بختك يا أبو بسمالة بهذه الشهادة الرائعة يا بختك يا أبو بسمالة بهذه الشهادة العظيم دي أحد العملاء اللي صمم لما عرف اللي احنا هنتكلم النهاردة عن أبو بسمالة قال والله ما بيني وبين أبو بسمالة محمد عيد ملك كارنفال أي شيء قال لأنا روحت روحت لقيت في بعض الدنيا في بعض المعارض أسعار فلكية روحت عند محمد عيد بمبلغ بسيط لميت حاجة بنتي ورجعت ساطر بنتي وعمل حاجة كويسة السبب النهاردة اللي احنا بنتكلم على أبو بسمالة وعلى معرق كارنفال بكارنفال محمد عيد اللي أقامه على الشاشة طبعا محاربة الغلاء احنا النهاردة بنطلق مبادرة محاربة الغلاء في مجال تجارة الأدوات المنزلية لما بنتكلم عن معرض المحترم ده بكارنفال صديق محمد عيد طب هنطلع بقى عايزين طبع الناس هتقول لي عايزين نتفرج على الإمكانيات بتاعت المكان ده عايزين نشوف المكان ده قصته ايه نتفرج عليه ما روحش عمياني عايزين بقى هفرقوا على الإمكانيات رهيبة بجد في المكان ده هنطلع لفاصل يستعرض لكم إمكانيات رهيبة عند أبو بسملة في معرض كارنفال في مية الخولي عبد الله في الزرقى ضمياط يلا بينا ترجمة نانسي قنقر 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 فقط سيد اشتركوا في القناة 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 بصراحة شاب يسعى بجد ان هو يساعد الأسرة شاب بجد بيحاول يقف جنب المواطن بيحاول يقف جنب اهله يقف جنب ناسه هو ده محمد عيد اشتركوا في القناة 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 ما شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هيا المركز بتاع الليلة دي كلها والله 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 اللي ما هيستفيد بعروضة ببسملة واش عايز اقول لكم العمل تمقارنا جيت كده انا احب عشان احنا احنا اعلم لازم نعملصح معناه بعدت الطقم الرجالة اللي شغالين معايا عند معرض ما وكتبت لهم قيمة كده طويلة كده وكتبت عاوزين كذا وكذا طب خد يا ابني نفس القيمة دي والتاني القيمة هو لمعرض تاني وتاني القيمة هو لمعرض تالت وقلت جايب التلات عروض دول وقلت بعب برضو رجالتي من تحت لتحت محمد عيب ما يعرفه مش عشان نشوف بغضو الأسعار ايه عشان الراجل ده لما نتكلم عليه يبقى بنتكلم شهادة الحق ما نغشش انها لقيت محمد عيد فرق ببعض الفواتير لصلاح المواطن بالعشرة والخمستاشر ألف جنيه واصلي يعني ولا مضروب الاصلي والميزة في محمد عيد يخش يقولك ايه الاصلي هو والمضروب هو الراجل ما بيعرف ما بيعرفش الغيش الاصله هو والمضروب هو يقولك حد الله انا عندي ايال حد الله بينه وبن الحرام هو ده شعرنا فيه قرنفال ابو بسمالة النهاردة من قناتنا الكبيرة الحدث اليوم بمن بجنامجنا كبير احوال ضمياط وانا في قناة يشاهدها الملايين وانا في قناة لها الثقة لها في مجال الاعلام المصري رسالتي الى كل اب وام في بيتهم يسعوني اللي جواز بناته لكل حد بيشوفنا وعنده ريبه بناتها تتجوز عروض اللي موجودة حاليا عند محمد عيد في قرنفال ابو بسمالة مش هتتعوض هتخسروا كتير سدقوني اجرب سرعة على ميت الخلع عبد الله اللي مش هستفيد من عروض ابو بسمالة سدقوني هيخسر كتير الامكانات اللي عشاشها دي بتتحدث عن نفسها اكسم بالله امكانيات بتتحدث عن نفسها وراجل بسيط وواضح وصريح وما يعرفش يزعل الزبون ما يعرفش يحرق الزبون وما لوش في النصب ولا الاحتيال ولا يضحك على الزبون زي اي بيع كده ماشي في الشر راجل بسيط دايما نقولك ايه مبدأي ارضاء الزبون وارداء ربنا سبحانه وتعالى ونحن في دولة يقودها السيد الرئيس عفتاح السيسي موصلنا على اهلينا لازم ينفس على مصر الرئيس خدوتنا ويكبرنا ويكبر مصر عشان اللي عبر بمصر بمرحلة الامان نعبر معاه كمان بمرحلة الامان نوصلنا لديها كم دلوقتي يا جماعة اعدادنا جميل تب حد يقول لي لو انا رحت هناك ميت الخل عبد الله وما عجبنيش الشغل واخدت حاجة وما عجبتني حاسبنا انا انا رقمي على الشاشة زيرو مية عشرة تلاتة تسعة سبعة واحد ستة اكرر بس زيرو مية عشرة تلاتة تسعة سبعة واحد ستة اللي يروح هناك في يوم ويلاقي حاجة ماخد حاجة وما عجبتوش حاسبني بس والله عمرك ما هتلاقي كده هتلاقي واحد زوء وراجل ومحترم وجدع بتعامل معاه على ضمانتي وعلى مسئوليتي اللي يروح عند محمد عيد في كارنفال ابو بسماء كارنفال ابو بسمالة على كبر الصنطق متى خولي ومش هيكون مرضي ومبسوطه فرحان يحاسبنا انا يكلمنا مع محمد عيد هتشرف بناتك قدام نسايبهم وقدام حماتها وقريبها وهترفع راسك في نهاية حديثي اليوم هذه هي مبادرة من شاب وطني اسمه الشاب محمد عيد مالك كارنفال ابو بسمالة بمية خولي عبد الله لوقوب بجوار بناتنا لتجهزهم في إطار تعليمات وسياسة الدولة المصرية بقيادة السيدة الرئيس الزعيم عفتح السيسي رئيس الجمهورية البطل القائد الزعيم كل سنة وانت طيب يا رئيس وبخير وبصحة وبسلامة وكلنا في ظهرك محمد عيد وكل رجال ميت الخولي عبد الله الوطنيين تحية لكم جميعا هنا من برنامجكم أحوال دميات دايما هنكون صوت الوطنية والعقل لصالح دميات تحية لكل الناس اللي ساعدتني في هذا اليوم الجميل لخروج بهذا الشكل المبهر من برنامج أحوال دميات ترجمة نانسي قنقر مجفر بيزاkan ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة